الحوافة ومساة الخير لكل الشباب والصبايا اليوم رح نحكي بتطور مفاجئ صار وراء الكواليس نتيجة الاتصالات السياسية اللي بتتعلق بالعمليات العسكرية اللي عم بتصير بأراضي فلسطين المحتلة أو بجنوب لبنان نتيجة تدخل عدة عوامل مع بعضها قدت إلى تراجع مبدأ الحرب الشاملة وحتى كمان تراجع بمبدأ غزو غزة بريا لأنه صار فيه معلومات مؤكدة عند المخابرات الأمريكية أن العملية تتطور إلى مرحلة أعيدة الحسابات فيما يتعلق بالمسيرات الأمريكية المتطورة التي تستعمل ربما لأن المعلومات اللي جاية عم بتقول أنه هذه المسيرات المتطورة اللي بتعتمد على الأقمار الاصطناعية تستعمل بطريقة يومية ضد المقاومة بلبنان هذه الدراسة اللي نعملت مبارح واليوم قدت إلى تغيير منهجي بعملية الحرب على هذا الأساس ممكن شوي نفكر بالارتياح أنه الحرب ما رح تتوسع وما رح تشمل المنطقة ككل وما رح يصير من خلالها أي موضوع تصعيدي خاصة أنه المخابرات الأمريكية درست الوضع تبين أنه في حال بدون ينعمل هجوم على غزة أولاً وضع الجيش الإسرائيلي بحالة ضياع بحالة انهيار بحالة عدم استقرار نفسي نتيجة العملية النوعية اللي قامت فيها المقاومة الفلسطينية بغلاف غزة ويلي قدت لأول مرة أكيد بحرب تموز 2006 بعد وين تموز كان الوضع كمان شبيه بهذا الوضع النفساني بس مش لدرجة هالعملية الخاطفة اللي صارت ويلي راح أكبر عدد إطلاع من جيش الاحتلال وأكبر عدد أسرى من جيش الاحتلال بفرض 24 ساعة فبالتالي الأزمة النفسية اللي عم بعيشوها جيش الاحتلال وكلنا عم نشوف الأخبار اللي عم تتعتم على موضوع شو عم بيصير فيهم جيش الاحتلال الإسرائيلي شو عم بيصير بمعنويات الضباط كمان هناك ضغط سياسي بالداخل الإسرائيلي عم يتعتم عليه خاصة أنه أنا اليوم كتبت بوست أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا من الحمير أنا مش عم بقصد بس على لبنان أو المنطقة العربية ككل عم بقصد كمان بالداخل الإسرائيلي يلي عم بيحاولوا قد ما فيه نعتموا على المعلومات يلي عم تتضارب بيناتهم خاصة فيما يتعلق بإصدار قرار بالحسم العسكري يلي ما بقى يتوفر عند الكيان الإسرائيلي هون معلاش إذا ما نحكي بس على مستوى المحور المقاومة عمل شغله يعني عاملين شغلهم الشباب صار لهم من 2006 حتى الأشياء اللي كانت تنقص من خبراتهم العسكرية أو من أي خلل أمني أو عسكري ممكن يتقتى عن الصراع مع العدو الإسرائيلي هيقتن الشباب عن جد عملوا دراسة موسعة ومفصلة وخاصة أنه شباب المقاومة ازدادوا خبرة عسكرية بالإتالة المتواصل لمدة أكتر من عشر سنين بالداخل السوري نتيجة المعارك ضد الإرهابيين الدواعش والنصرويين خاصة أنه الداعش والنصرة كانت عم تتغزى بالسلاح وعم تتدرب من قبل المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية ويلي أدى نتيجة هذا التلاحم بين الجيش الروسي وإيران والمقاومة والجيش السوري أيضا إلى دحر هذا الإرهاب وأيضا إعطاء استراتيجية موسعة لعناصر المقاومة يلي الشباب عندهم عم بيضلوا بالممارسة الفعلية للحرب ومشان هاك المخابرات الإسرائيلية اكتشفت مبارح بالتحديد من وراء تقرير طلع من لجنة مخابرات مصغرة للإسرائيليين وتنبسق عن الجيش الإسرائيلي بتقول أنه هناك تحضيرات من قبل المقاومة للدخول إلى الجليل منطقة الجليل بشمال فلسطين المحتلة وهذا الأمر صار كتير وارد وهناك متخوف أيضا من وجود أنفاق تحت الأرض موصولة بين الجنوب وشمال فلسطين إلى العمق حتى إلى حدود تتخطى نهرية مشان هاك دب الرعب ومشان هاك بتشوفوا القرارات بإجلاء المستوطنين من شمال فلسطين المحتلة ومن منطقة غلاف غزة كمان عم بيكون بكترة لأنه هالمرة المعادلة رسمت بطريقة جديدة هالمرة المعادلة جديدة على الكيان الإسرائيلي وبالتالي هيئتها من وراء رصد المخابرات إن كان الأجنبية ولا الداخلية عندهم تبين أنه أي عمل عسكري يعتبر مغامرة ومن الممكن سقوط قتلى من صفوفهم بدرجة كبيرة خاصة أنه الأدرة الساروخية عند المقاومة هي أدرة عالية هيدا فيما يتعلق بموطوع إذا بده يصير فيه صراع عسكري أو لا على كل حال الأمور رح تنحسم هيدا الجمعة يعني أقصى القرارات إذا بدت تتخذ بدت تتخذ اعتبارا من اليوم لنهاية هيدا الأسبوع نتيجة تحليل هذه المقرارات أو تسريبات المخابراتية على ضوء هيدا الشي شفنا اليوم حركة الوزير جبران بسيل اليوم كان بالمؤتمر الصحفي يلي كل مرة ما بيفجئنا بأنه رجل دولي من الطراز الأول وهموم لبنان وهموم دولة لبنان وهموم النظام السياسي وهموم الشعب بتضلى بمخيلته وبتضلى بدماغه وبتضلى بوجدانه وبقلبه وعلى هيدا الأساس هو عم بيعمل هذا الحراق بالرغم من كترة الأوباش والردش يلي عم بيطلعوا بمقالات صحفية أو مقابلات صحفية عم بيعتبروا أنه الوزير جبران بسيل عم بيقوم بهيدا التحرك عم بيستغل قصة الوضع لحتى يعوم حاله سياسيا كأنه هو ناطر تعويم وبالتالي كلهم سوى ساكتين ولا نفس بالنتيجة نحن بهمنا يكون في عنا رجال دولي مثل الوزير جبران بسيل لحتى يعني ما نلتتهي كمان بالصراع العسكري اللي عم بيصير وننسى الأمور الداخلية لأنه موضوع النزوح مثل ما شدد اليوم هو موضوع أساسي فيما يتعلق بوجود لبنان وبالفلسفة الوجودية تبع لبنان لأنه تبين من خلال كمان حديثه لربط الأمور أن النزوح السوري هو نتيجة تواطئ الغرب وإسرائيل من أجل إبقائهم في لبنان للضغط في حال بدو يصير فيه معركة كبرى على كل حال نتأمل خير بالنسبة لقصة التصعيد أنه رح ينحصر وما رح يكون فيه خراب بلبنان هيدا اللي مبين من نتيجة التأخر في القرارات وما إلى علاقة التأخر بالقرارات بأشياء لوجستية أو استراتيجية لا هيدا كله كذب عم بيكذبوا على العالم عم بيحاولوا يخفوا المعالم الداخلية بقلب الكيانة الصهيونة مثل ما عم بيحاولوا هون اللي بيتعاطفوا مع إسرائيل يعني بلبنان ما بدنا نقول عملة لأنه يعني هيدا مشترة صارت ما بدنا نقول عملة بس كل واحد بيكون مع الباطل بيكون عميل لهيدا الباطل حتى لو مش عم بيتعامل معه فيزيكمان فارلون مثل ما بيقولوا في فرنسا عند خينا ماكرون فإذن الوزير جبران بيسيل عم بيحاول خلق ديناميكية جديدة داخل الواقع السياسي في لبنان لحتى يقدر يعمل توازن بينما يحصل على الحدود الجنوبية وبينما لم يحصل ومش نطرين أنه يحصل بالداخل اللبناني من أجل خلق مناعة للداخل اللبناني في حال أجبرنا على الدخول إلى الحرب ومن أفضل من الوزير جبران بيسيل يلي عن جد كبر على الجراح طلع فوقه ما فرقت معه لأنه رجل الدولة مش لازم يفكر بالأمور الشخصية متل ما بيعمل الوزير جبران بيسيل وجولته بحسب معلوماتي أنا المتواضعة أن الجولة كانت ناجحة جدا بالتالي في منهم من المسؤولين اللي التقيهن بيكونوا بقلبهم عم بيسبولوا أنه لاك شو عم بيعمل فينا لاك كيف نحن مش قادرين نعمل شي لاك وزير جبران بيسيل أدمنوا نشيط وأدمنوا رجل دولي أدمنوا لبنان بعقله بوجدانه بفكره بروحه بيتعامل بطريقة رجل دولي وكلهم حقودين وغيرين عليه مثل ما شفنا من سمير جعج عن بارح يلي الغيرة مالية دماغه مالية يعني معلاش طلع الوزير جبران بيسيل عبيعمل بكل هالحركة وكلهم قاعدين عبينطروا يعني قصم بينطر إسرائيل إذا بدأ تربح وقصم بينطر مدرشوه لحتى يفكرون هني يرجعوا يتعاوموا على المستوى السياسي مش عارفين هني أنه في حالة انكسار إسرائيل حتى على الصعيد السياسي يعني لأنه هون معلاش بديشير النقطة حتى لو إسرائيل لم تقم بالعملية العسكرية يلي كانت هي عم بتهدد فيها ونتانياهو عم بيهدد فيها بدأت تخسر على المستوى السياسي وبدأت تصير مرغمة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة خاصة هالمناظر اللي عم نشوفها أول مرة بتاريخ الأمم المتحدة من وقت تشكيلها بالأربعينات كيف عم بيتعرض السفراء مثلا السفير الإسرائيلي اليوم بالأمم المتحدة شفتوا كيف انشحط من القاعة وبعدين عم نشوف عن جد تحركات دبلوماسية عم بتبلش تضوي على النقطة الحقيقية خاصة فيما يتعلق بالإعلام البلضامير يلي عم بيخبي كل هالحقيقة وهون بدي أقول نقطة كمان للشباب والصبايا يلي ما بدهم يديروها مثل ما لازم براسهم خاصة فيما يتعلق بموضوع المعادات السامية ما في شي اسمه معادات السامية هاي دي بروباجندا وهي دي كذبة كبيرة وخديعة كبيرة لأنه نحن الساميين يعني معادات السامية إذا حدا بده يعادة السامية نحن الساميين نحن الكنعانيين الفنئيين يعني بهيد المنطقة هاي دي اللي أصلا قارد كنعان نحن الساميين مش هني هني لحقونا بعد تمانمائة سنة لحتى يتشبهوا فينا حتى سرقوا ديانتنا الأساسية اللي هي الديانة توحيدية الأولى قبل كل الديانات التوحيدية اللي هي ديانة الكنعانية طبعية الإله إيل إيل ما كلهم سمى على إيل برازيل برزائيل بيت الله يعني البرازيل كمان على هاي دي بس لحتى ما هيك منرش معلومة البرازيل لما اكتشفوها الفنئيين سموها برزائيل أي بيت الله مرسيليا كان اسمها مرسائيل أي مرفق يعني بور الله كل هايدي الأسامي بالقيل ما هايدي كلها جاية من الديانة الكنعانية التوحيدية الأولى يلي انسرقت من قبل اليهود وسموا حالهم بالطورات انه هني شعب سامي ولكن هني ما قالوا علاقة بالسامية نحنا اذا فيه معادات سامية نحنا اللي عم نتعادها نحنا عم يعدونا قلنا نحنا الساميين هايدي اللي حتى يفهموها كل الناس وهيدي اللي حتى نرد على كل هذا الإعلام المغلوط الإعلام المأجور يلي عم بيحاول يقلوا بالصورة لمصلحة هذا الفريق على كل حال الأمور بالإعلام العالمي عم تبلش تتغير وإذا بتلاحظوا كمان ما بقى فينا نقول عن الشعب الغربي إنه شعب مفرقاني معه أو شعب خسر مبادئه لا والله الحكومات الغربية اللي هي خسرت مبادئة وخسرت قيمة يعني نهيك عن العرب العرب ما بنا نجيب سيرته النهائيا لأنه هولي يعني هولي معلاش هولي طفايليات العرب طفايليين فقط بعيشوا على كعب الأشجار لحتى يمصوا من زوم طبع الشجر لحتى يضلوا عايشين فما بدنا نجيب سيرتهن ولكن الشعوب الغربية بيتبين من خلال تحركاتها يعني عن جد ما شفنا ولا شعب عربي تحرك مثل ما عم تتحرك الشعوب الغربية هوني لازم نعطيها كريديلة هذه الشعوب يلي بلشت تفهم الحقيقة وبلشت تتصور لمسؤولينا شو معنات فلسطين ومين إلو حق بهذه الأرض هل هن اليهود تاريخياً ها أكيد لا ومن فمهم ندينهم خاصة فيما يتعلق بموضوع التورات يلي حكي توتلموت يلي حكي عن أوامر بين هلالين هلالية من أجل احتلال أرض كانعان اللي بلشت بقى ريحة ومن ثم باقي الاحتلالات فما حدا يغلبت بهذا الموضوع فالإعلام الغربي مش الإعلام الغربي يلي ممسوك من مرضاخ وممسوك من روتشفيلد ومن كل هذه العائلات المتحكمة الصهيونية المتحكمة بمرافق الاقتصاد والتجارة والمال العالمية والإعلام بحد ذاته ولكن الشعوب الغربية بدأت تعي خطورة ما يحاك وبلشت تعرف أن هذه الخديعة والكذب يلي خلقوها معادات السامية ما هي إلا عن جد خديعة كبرى علقوا فيها سرلون من وقت من وقت مش وعد بالفور قبلوا مش من سنة 1917 ولكن من وقت السلطان عبد الحميد يلي حط أول وزير مالية للسلطان العثمانية يهودي وأغضقوا بالمال والمجاورات والدهب والأحجار الكريمة لحتى يلعب له بعقلاته للسلطان عبد الحميد تعرفوا في مثل لبناني مثل تنابل عبد الحميد لأنه كان تنبل مهني كلهم تنابل لحده فدخلوا بوقتها لحتى يبلشوا التفرب إلى أرض فلسطين الكنعانية فله السبب معلاش يمكن توسعت شوي بهذه الخبرية بس حتى نرجع للداخل أكيد اليوم كمان بفتكر الوزير جبران بيسيل عنده حلقة فيجب الاتعاز من الكلام اللي حكيه الوزير جبران بيسيل لحتى يكون فيه توازن بين العمل العسكري وبين العمل السياسي الداخلي لحتى كمان لأنه مرتاحين المنظومة هلأ مريحين لأنه ما حدا عا بيجيب سيرتون مريحين على الآخر ولا فرقاني معهم ولا كأنه أصلا لبنان بحالة حرب هون بالمناسبة كمان بنا نثني على الكلام الوزير جبران بيسيل فيما يتعلق بالمقاومين اللي يستشهدوا من خيرة الشباب اللبناني وأنا برفض شخصيا أي حدا يقول أنه هادي الشباب هن مجوس وهن إيرانية وهن مدرشو لا يا حبيب لا لكي نجابه إسرائيل التي تعتدي علينا يوميا اعتبارها من سنة 1948 بشكل فيزيائي ولكن كانت تعتدي علينا من خلال الكذبة من 3000 سنة يلي عملتها بأرض المعاد هيدا اعتداء يومي علينا من 3000 سنة لهلا وبعد الكذبة من طلية على الناس فهودي الشهداء هن شهداء لبنانيين يدافعون عن أرض لبنانية ويجب الوقوف مع هذه العائلات ونقل لهم الله يجركن وأصلا هذه الشهادة هن بيعتزوا فيها مثل ما نحنا بنعتز بشهادتهم لأنه أجرون كتير كبير على المستوى الأرضي وعلى المستوى السماوي لأنه عن جد لو ما توازن هالرعب هيدا الموجود كانت إسرائيل عم بتعيث فسادا بكل الدول العربية وحتى المقاومة عطت إمثولة لكل الشعوب العربية يلي مش طالع بإيدها شي لأنه ما عنده روح الثورة وخمول بعقله الشعوب العربية خمولة بعقلة خمولة تنابل هاودي أضرب من تنابل عبد الحميد مشان هيك عب يبقوا بهيدا المستوى على كل حال ما كتب قد كتب الله راد الأمور إن شاء الله ما تتطور لأنه مثل ما قلت بأول الفيديو المعلومات الاستخبارية تقول أن الأمور رايحة لتهدئة مش للتصعيد ولا رايحة لوصول إلى الحل السياسي حتى اليوم وزارة الخرجية الأمريكية يلي طلبت من إيران ومن المقاومة أنه مش وقت هلأ الدخول بالصراع لأنه عارفين هاي الكلام لما يطلع عن وزارة الخرجية الأمريكية بيكون مستند لما يحكي عن وضع عسكري أو وضع أمني بيكون مستند على تقارير استخباراتية بتبين مدى خطورة الدخول في حال كبرت وتوسعت العملية العسكرية لهالسبب نحنا هوني لازم نقتنص الفرصة مثل ما بيعمل وزير جبران بسيل وخلينا نتابع حلقته لأنه هلأ بلش بفتكر على ما بعرف على أي إزاعة ولكن مشان هيك رحبات تطلع لحتى بس علق على هيد المواضيع من كل آخر فيديو ونقل لكم أن احنا معه لآخر نفس نشوفكم بكرة ساعة تسعة ونصف بتوقيت الجبل مجددا تصبحوا على ألف خير